كنا في مسألة تقييد حق الزوج في الطلاق باشتراط موافقة القاضي وقد تفضلت بأنكم لا ترون جواز هذا فلماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولنا والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن الذي يشرع ويحكمه والله جل جلاله وقد قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وقال إني الحكم إلا لله فلا يمكن أن يحل أحد ما حرم الله ولا يمكن أن يحرم أحد ما أحل الله فهذا الأمر جعله الله بيد الزوج ولم يجعله بيد أجنبيا عنه فليس للقاضي أن يتدخل والقاضي محل تدخله عند حصول الخصام والرفع إليه فأي قضية لم ترفع إليه ليس له الحق في التدخل فيها ومن ذلك هذه القضية قضية الطلاق لكن شيخنا الله جعل الطلاق بيد الرجل لكنه لم يرد نص قط بأنه يمنع تقييد هذا الحق لا أي حق أي حق جعله الله فالأصل هذا متقيدي مثل الملك ومثل غيره التنقل هذه حريات حريات للإنسان فيها الحرية صحيح فتقييد حريته احتداء عليه جرم نحن نتكلم الآن شيخنا آسف إذا قطعتكم سامحة لا فتفضل نحن نتكلم الآن شيخا عن السياسة الشرعية وتعرفون أن ولي الأمر له أن يقيد بعض المباحات للمصلحة المباحات المتعلقة بالسياسة فقط لا يعني أمر من الخطاب رضي عنه لما منع الزواج من الكتابية في خلافته هو لم يمنعه مطلقا قيده إنما منعه أشخاصا بأعيانهم لأن لديهم سياسة المسلمين وإسرار المسلمين مثل حذيفة من اليمان منع حذيفة من الزواج من أصرانية لكني الفكرة التقييد لا لكن هو شخص معجن لا ينبغي له ذلك مثل ما منعه أيضا بعض قادة المؤمنين من الخروج من المدينة لأنهم يحتاجوا إليهم في إدارة مشان العام حليبنا بطالب إن كان يجد الغسو في خلافة عمراء فمنعه قال أنتم أجوها النفر القادة الإسلامي فنحتاجوا إليكم فمنعهم من الخروج عبد الرحمن بن عوف كذلك لكن أيضا هذا التقييد شيخنا ما ترون أنه يضبط قليلا حالات التسرع في الطلاق وخفف المشكلات القاضي محايد ومصف الله جل جلاله هو أحكم الحاكمين وهو العليم بمآلات الأمور فلو كان في ذلك خير لشرعه الله أعطا شكرا